وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال الخطوات المتخدة في سلسلة معرض تورا ثنان ومشاركة ممثل كافة محافظات الجمهورية خاصة المحافظات الحدودية بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيرات التجارة والصناعة وأعلن متحدث الرئاسة أن الاجتماع تناول عرض نشاط جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر فضلا عن عرض التحضيرات الخاصة بدورة العام الجاري من معرض تراثنا 2022 والذي يستهدف دعم صغار مسنيع الحرف اليدوية والتراثية وفتح منافذ تسويق لمنتجاتهم وأضاف متحدث الرئاسة أن الاجتماع استعرض أيضا أداء جهاز المشروعات خلال الفترة من يناير عام 2021 وحتى مارس عام 2022 فضلا عن مشاركة الجهاز في العديد من المبادرات القومية خاصة المبادرات الرئاسية حياة كريمة وأشار متحدث الرئاسة إلى أن الاجتماع استعرض كذلك جهود التحول الرقمي في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنهية الصغر وقد وجه الرئيس السيسي بإسناد تشغيل المنصة الإلكترونية للتحول الرقمي لجهاز المشروعات من قبل أحد بيوت الخبرة العريقة في مجال إدارة منصات رواد الأعمال وذلك لإثراء المحتوى الرقمي بها والترويج المتطور لمنتجاتهم مواكبة لاحتياجات السوق اشتركوا في القناة